موسيقى 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 السلام عليكم وبركاته و اهلا بكم في فيديو جديد من سلسلة التحية البيانات على ال اكسل PQB او مبادئ Power Query الفيديو ده PQB03 تجميع الموازنات باستخدام Power Query النهاردة هنشوف ازاي لو عندي انا مسؤول عن عمل بودجت او موازنة تقديرية ومسلا بعمل الجزء بتاع او مصاريف التشغيل وطبيعي عندي ادارات مختلفة جوه الشركة وبوزع عليهم تيمبلت عشان يحطوا عليها بتاع المصاريف وبعد كده بتجيدي الشيتس دي عشان اجمعها مع بعض واقدر اعمل منها ريبورت واحد واتفرج عليها بشكل كويس فحنشوف النهاردة ازاي اعمل دمج للموازنات في Pivot Tape واحد او جدول محوري واحد باستخدام Power Query هنشوف ازاي وانا واقف على اكسل شيت جديد خالص مفيوش اي حاجة اقدر اروح اجيب البيانات من ملف اكسل تاني وازاي قدر استخدم اسماء اوراق العمل او اسامي الشيتس علشان احطها في عمود جديد مش موجود في data الاصلية وازاي ممكن اعمل تحميل للكويري اللي انا انشأتها على Pivot Table او جدول محوري وازاي بعد اما اعمل التحميل بتاعي ده ممكن اعمل تعديل للكويري وكمان هنشوف ازاي اقدر احول الصفوف الى اعمدة علشان اخلي data اجهز او افضل للعمل مع Pivot Tables كل ده باستخدام Power Query لو عايز تشتغل معايا وانت بتفرج على الفيديو او حتى لو عايز تتدرب بعد اما تشاهد الفيديو ممكن تنزل تحت في الديسكريبشن هتلاقي لينك ممكن تستعمله عشان تعمل داونلود ال اكسل وورك بوك اللي انا هشتغل عليه كمان لو لسه مشتغلتش في القناة لو سمحت استخدم زر subscribe واستخدم زر الجرس كمان علشان يجيلك notification لما نعمل فيديوهات جديدة في المثال بتاع النهاردة زي ما انت شايف معايا اكسل شيت فيها الرو ديتا ودي عبار عن التمبلت اللي حدتك ادتها للناس اللي في ادارات المختلفة علشان يدولك فيها تأديراتهم للمصروفات بتاعة السنة فزي ما انت شايف عندي كولوم في الاكاونت وعندي 12 شهر وزي ما انت شايف تحت هما ستة شيت فيها وحاولت تقلب هتلاقي ان الستة شيت دول كلهم identical كلهم زي بعض بالزبط نفس اللي يقود بالزبط نفس عدد الصفوف ونفس عدد الاعمدة ما يهمنيش عدد الصفوف وانا شغال في المثال ده ولكن يهمني ان عدد الاعمدة يكون واحد ويفضل كمان تكون التسميات متشابهة المطلوب مني ان انا اجمع دول كلهم في شيت واحد مش كده بس لو خدت بالك مثلا الفاينانس هتلاقي هنا الاكاونت على الشمال وهنا الشهور والبيانات او الديتا بتاعتي موجودة في التقاطع بتاع الشهور مع اسامي الاكاونت لكن ما عنديش كلمة فاينانس مكتوبة جوا الشيت فانا محتاج كمان استخدم اسم كل شيت علشان اقدر اميز كل ديتا جاية من ان هو ادارة طب الكلام ده هعمله ازاي بالpower query انا مش عايز الاكسل شيت دي خالص انا بس قلت ان اتفرج عليها فانا ممكن اقفلها تماما واروح على شيت بيضة جديدة خالص فهنقفل دي ودي اكسل شيت جديدة خالص مفيهاش اي حاجة كل اللي هعمله لانا هروح اشاور على الفايل اللي موجود فيه الديتا بتاعتي وطبعا ده في ميزة مهمة جدا ان كده حضرتك الديتا الاصلية مش هتمسها خالص ومش هتغير فيها خالص اقدر اشتغل عليها وهي موجودة في مكان تاني ويقدر زميل لي برضو يشتغل عليها بشكل مختلف خالص وفي الحالتين لنا ولا هو هنغير حاجة في الديتا الاصلية عشان اروح على power query زي ما هنعارفين هنروح على data ribbon ومنع الشمال get and transform ده المكان بتاع power query وهروح على get data وعلى from file هاختار from excel workbook والمطلوب مني ان اروح اشاور على الفايل او اختار الفايل اللي فيه data ده الفايل اللي موجود فيه الديتا بتاعتي هاختاره وحقول import اول ما هعمل كده هيفتح لي حاجة اسمها power query navigator ونفيجيتر ده زي ما انت شايف بيشاور على او بيوريك كل الobjects اللي موجودة جوه ال excel file فزي ما انت شايف انا عندي 6 sheet كل sheet هو شافها في object مستقل لو عندي tables او حاجات اخرى او حتى named ranges هتلاقيها موجودة وسط الobjects دول وبيسألك انت عايز تشتغل عن او واحدة فيهم طبعا انا عايزهم كلهم بس خليني الوقتي اختار اي واحدة وليكن finance واروح على ابص هنا في ال preview هتلاقي فعلا جاب لي data preview data to finance فممكن اعمل load بس انا مش هعمل كده انا عايز اعمل transform واول ما حدوس على transform هيفتح لي power query editor في power query editor جاب لي فعلا ال table بتاع finance وحتلاقي حتى مسمي هنا query finance طبعا الاسم ده مش مناسب لان ده مش هيبقى finance فانا هسميها OPEX فهختارها من هنا من على اليمين وسميها OPEX او operating expenses او مصاريف التشغيل وادوس enter وتعالى بص هتلاقي فيه اربع خطوات اتعاملت automatic اول واحدة source راح جاب ال data ولو اخترتها هتلاقي ان هو جابها ب function اسمها excel.workbook وراح على عنوان الادة هولو وجاب لي ال content اللي موجود جوه زي ما انت شايف جاب لي المنظر اللي شفناه واحنا بنعمل navigation جاب لي ال 6 sheets وجاب جنبها حاجة اسمها data و table فجاب ال 6 table لو اخترت من table ده من على يمين في الابيض ده هتلاقي هنا data بتاعتك موجودة وادى لك بعد كده شوية بيانات متعلقة بكل sheet فقالك ال kind بتاعها اسمها ايه او ايه ايه ال object ده ده قالك ده sheet وهيدن ولا مش هيدن فكلهم false يعني كلهم مش هيدن فالعملية تمام بعد كده انا عشان عملت ال navigation اخترت ال finance فهو راح بس على الشيب بتاعت ال finance بس انا مش عايز خطوات ال navigation دي لان انا محتاج source نفسه انا عايز ال data الاصلية كل الخطوات ال automatic دي انا مش عايزها اللي هي navigation و promote header و change type فممكن اقف على navigation دي واعمل right click وقوله delete until end مش عايز كل ال excel عامل automatic بيسألك بيتأكد ان انت عايز تمسح الخطوات دي فانا متأكد وهقوله لو سمحت delete ترجعني تاني على source زي ما انت فاكر احنا قلنا ال table بتاع كل sheet ما فيهوش اسم department بس موجود فين موجود في اسم ال sheet اللي موجود على الشمال هنا فانا محتاج ال data اللي موجودة تحت دي اللي هي data او ال content بتاعت كل sheet ومحتاج كمان اسم sheet لكن مش محتاج الباقي فعايز اعمله delete فممكن اختار اول column وانا دايس على shift اروح لغاية اخر column عشان اختارهم كلهم واعمل right click واقوله remove columns هيعمل لي خطوة جديدة اسمها removed columns وتبقى عندي بس two columns واحد فيه name والتاني فيه data طب انا محتاج ال data اللي جوه ال table خد بالك طالما هنا فيه table او content جوه ال data دي هتلاقي دايما السهم اللي هو سهمين مش بصين لبعض دول ده معناها انا ممكن اعمل expand يعني ممكن افتح ال data دي واشوفها كلها قدامي وده انا عايز اعمله بالزبط فحدوس على expand هيفرد لك كل ال columns اللي موجودة وما تنساش تعمل uncheck use original column as a prefix وحدوس على okay هيفرد لك ال data كلها وحيسيب على الشمال ال name اللي هو فيه اسم sheet ولسه موجود فوق واسمه name خد بالك انت هتلاقي اول column انا قاسف هتلاقي اول صف موجود في اسامي الشهور وانا محتاجي بقى ده ال header فطبعا سهلة جدا وانا واقف على home ribbon هروح على transform وحروح على use first row as headers واول ما هدوس عليه حلاقي عندك خلاص بقى فيه account وjanuary وfebruary وهكذا لكن في الاول column اخد finance حطها فوق وده برده مش مزبوط هعمل double click عليها وعايز اغير الاسم وحسميه مثلا cost center ده مركز التكلفة فمركز التكلفة عندي finance وHR وIT وهكذا فكده عندك العملية بقت مزبوطة لكن هتلاحز هنا ان هما كانوا 6 جداول وكل جداول فيه عنوان او فيه header فانا مش عايز ال headers اللي جاية بعد كده فممكن مثلا من january اختار الفلتر من هنا واروح على الحاجة المكتوبة زي january دي وعملها uncheck فكده شلت كل ال header اللي انا مش محتاجه هدوس على اوكيه هلاقي كل january خلاص اختفى محتاج اتأكد data type بتاعتي مزبوطة خد بالك هنا هتلاقي ABC دي معناها ان هو شايفها text و ABC يعني text هنا ABC او 1 2 3 فهو مش عارف بالزبط احتمال تبقى text واحتمال تبقى number ولو روحت عليها type 4 هتلاقي مكتوب any عايز اغيرها دوس هنا ولو سمحت قوله عايزها decimal number انا عايز اغير كمان بقية ال column فانا مختار ال header هفضل dice عليه ودوس على shift وعمل scroll لغاية الاخر خالص واختار اخر واحد عشان يختارهم كلهم وروح على data type واختار decimal number هتلاقي غير لك كل ال headers بتاعتك ال icon اللي كان في ال header بدل ما كان ABC 1 2 3 بقى كل 1.2 معناها ان كل دول بقوا decimal number كده حضرتك data بتاعتك جاهزة ممكن تعملها load تعالى نجرب نعمل load هنروح على close and load ونروح على close and load 2 وفي ال excel sheet بتاعتك انا هختار table في ال existing worksheet وليكن في B2 وادوس على okay هيعمل loading للجدول بتاعك وزي ما انت شايف بقت كل حاجة موجودة في ال excel table وعلى يمين هنا هتلاقي queries and connection وقالك ان في 36 rows حصل لهم loading لكن طبعا اتفقنا ان الشكل ده مش هيبقى مناسب لل pivot table فانا محتاج اخلي الشهور اخلي عندي column جديد اسمه month وتكون الشهور تحت بعض وقفر ال table ده لتحت طبعا حيطول شوية ولكن هيبقى اسهل في ال analysis طيب ازاي ممكن اعمل كده ما عنديش مشكلة رغم ان انا اعملت واعمل عليها double click حيفتح لي تاني ال editor الحركة انا عايز اعملها دي بيسموها on pivot منظر انت شايفوا ان الشهور في الاعمدة واسامي ال accounts واسامي ال cost center موجودة في ال rose وال values موجودة في التقاطع ما بين الاعمدة والصفوف ده بيسموه pivot format فانا عايز اعمل on pivot يعني عايز انزلهم كلهم يبقى عندي بس اربع اعمدة في الجدول ده الموضوع بسيط جدا هختار اول two columns وانا واقف عليهم هعمل right click وهختار حاجة اسمها on pivot other columns طب ليه اما عملتش pivot columns عشان اعمل pivot columns محتاج اختار الشهور كلها هم اتناشر شهر فاسهل لي اختار الشهرين اللي مش عايز اعمل لهم pivot وقول له on pivot other columns بص على اللي هيحصل فردلك الجدول اللي تحت بمنتهى السهولة وانشاء لك two columns جداد واحد اسمه value اللي فيه ال amounts والتاني اسمه attribute ده محتاج بعد كده انا اغير اسمه واخليه month double click على header وسميه month ودوس على enter انت كده تمام ممكن كمان تشيل zeros ما عندكش مشكلة هفتح الفلتر وانشك الزيرو عشان اصغر حجم ال data اللي ملهاش لازمة فانت كده حضرتك ready ممكن ارجع تاني واعمل close and load او ممكن كمان اقفل عادي من السهم اللي فوق وحيسألك عايز تعمل save save يعني keep او discard يعني not save فانا عايز اعمل keep حيقفل بص هيحصل ايه في الجدول ده انتواتيكلي حيغير شكل الجدول وحتلاقي عدد الروز زادت بقت 194 بعد ما كانت 36 والعملية كده بقى سهل جدا ان اعمل لها pivot table طبعا ال detail اللي عندي دي صغيرة فقدر احطها على الجدول ولكن تخيل ده دي ممكن تكون كبيرة جدا لدرجة ان انت مش ممكن تحطها على excel sheet ممكن تبقى 10 مليون رو فعايز احطها على طول على ال pivot table من غير ما اعمل لها loading على table وده موضوع سهل جدا لو افتعل query تاني عملت hover كده عليها حيفتح لك ال window دي من التلاتة دوتس دول لو دست عليهم هتلاقي حاجة اسمها load 2 ممكن منها اغير ال load option وبدل ما كنت اعملها table هقوله انا بس عايزها على pivot table report ولو دست عليها حضرتك هتلاقي بديلك تحذير بيقول اخد بالك ال detail في ال table دي هتروح انا ما عنديش مشكلة هقول له اوكي وهتلاقي automatic عمل لك pivot table اقدر اعمل report سريع وبالتالي المنظر بقى اعمل كده موجود هنا ستة cost center طيب اخر حاجة افرد انا حبيت اضيف cost center جديد ما كنتش حطه وعايز اعرف ايه اللي هيحصل هانا حطر اعيد كل اللي عملنا ده تاني احابه لحوك لا مش هيحصل وتعالا نجرب نعملها مع بعض تعالا نفتح الفايل بتاع ال ro data ونشوف لو زودنا فيه حاجة ايه اللي هيحصل ده الفايل الاصلي اللي كنا شغلين عليه وادي ال 6 cost center تعالى مثلا نزود احنا cost center جديد فحاخد copy من اخر excel sheet وهسميها مثلا وليكن ده sales department وتعالى نمسح كل اللي موجود هنا في القديم ده نشيله خالص ونحط مثلا رقم واحد مميز وليكن في السيرز هحط 1000 وهخليها في كل الشهور زي ما انت شايف كده عشان لما تروح الديتة هناك تشوف ايه اللي هيحصل انا خلاص عدلت في الفايل ده هعمل save وهقفله وهروح على الفايل التاني اللي حراك شايفه ده وهقف على pivot table واقول له right click و refresh هتلاقي الديتة بتاعتك على طول دخلت ادي department الجديد اللي اسمه sales وادي الالف اللي موجودة في كل الشهور كل الخطوات اللي عملتها مش محتاج قاعدها تاني كل ما هزاو الديتة خد بالك هنا كانوا 194 بقى 200 و 4 روز كل ما هزاو الديتة جديدة هتلاقي power query بتعمل update automatically وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو وقبل ما سيبك لو سمحت اشترك في القناة ولو عجب الفيديو اعمل like واسب لي comment علشان استفيد من تعليقاتكو وشوفكو في فيديو الجاي ان شاء الله وشكرا لك جدا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته